ويلا بسرعة نبتدي حلقتنا ونقول انه احنا عايزين نرد على اشاعة اطلقت على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي الفترة اللي فاتت وخلونا افكركم ان مصر بتواجه بحوالي فوق الخمسين الف اشاعة سنويا في عشرة مليون حساب مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي ووظيفتهم ودورهم انهم ينتجوا اشاعات غير حقيقية ضد مصر وضد المصريين والارقام دي تبقى للي اعلنوا الجهاز المركزي للتعبئة والاحصر اخر اشاعة طلعت قالوا منطقة الاهرامات هتتقفل شهرين غلط لكن ليه هتتقفل كملوا بجزء له جزء حقيقي انه فيه تطوير حيتم في منطقة الاهرامات ايوة فيه اعمال تطوير حيتم في منطقة الاهرامات لكن ما فيش اي اساس من الصحة انه منطقة الاهرامات سيتم اغلاقها لمدة الشهرين المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة السياحة والاثار للاستبيان عن حقيقة الاشاعة اللي موجودة وطبعا اترد وتقال ليس لها اي اساس من الصحة احنا هنطور منطقة الاهرامات هنعمل تطوير للمنطقة الاسرية ومدخلها ومحيطها ومركز الزوار بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية لكن مش هنقفلها هي مفتوحة تستقبل الزوار المصريين والسياح خلوني افكركم ان في شهر مايو 23 كانت الشركة المتحدة اطلقت حملة لمواجهة الشائعات ليه لان الشائعات دي بتؤثر على الاقتصاد بتؤثر على الحالة النفسية للمصريين بتؤثر على اشياء كتير احنا هنا من هذا البرنامج نشارك دائما في هذه الحملة لمواجهة الشائعات ما فيش اي اساس من الصحة ان منطقة الاهرامات هتتقفل بالعكس هتتطور واذا كانت هي النهاردة جميلة اقراض بكرة هتبقى اجمل 24 وإشري